بشرة سارة إعادة البنك المركزي إلى صنعاء وتوحيد العملة وكم سيكون سعر صرف العملة الأجنبية تفاصيل عاجلة كشفت مصادر عن تطرق مفاوضات صنعاء بين السعودية والحوثيين لتوحيد العملة وقالت مصادر هناك تأكيدات من عدم فرص بقاء البنك المركزي اليمني بعدن أو تحقيقه لأي مكاسب مصرفية تفاوضية لصالح الشرعية في إطار تفاهمات اتفاق دمج البنك وتوحيد قيمة العملة المحلية بين عدن وصنعاء أفق بنود مرحل تسوية سياسية الجارية بين الطرفي الحوثيين من جهة والسعودية وأطراف الشرعية من جهة أخرى بالتزاون مع استمرار تعاملات دولية وتحويل مخصصات المساعدات الإغاثية الأممية عبر البنك المركزي والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسمعه حتى اليوم وأضافاته بعد مرور أكثر من عام على تولي خامس محافظ لبنك مركزي عدن جملة من الصعوبات والتحديات التي تقف أمام تعثر الإدارات المتعاقبة على قيادة البنك في تفعيل أداء بنك مركزي فعلي قادرا على القيام بأهم أولوياته الأساسية ومهامه المصرفية وتفعيل علاقاته الخارجية وتحقيق استقرار حقيقي لصرف العملة مبني على أصوص اقتصادية بدل من التلاعب مع شركات الصلافة أو مهدنة هوامير الصرف ومافيات العملة واغتتماته هناك اتفاق كلي على توحيد العملة وإعادة البنك المركزي إلى صنعه حيث سيعتمد سعر صرف العملات بصنعه على عدن وباقي المحافظات فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصيلكم جميع الأخبار في وقتها